تحياتي لكم جميعا معكني الهان بوزان وبرحب فيكن بحلقة جديدة ضمن سلسلة اسألني الحلقة رقم 43 وفي عنا مجموعة ممتازة جدا من اسئلتكن رح جاوب عليها كله ان شاء الله بحلقة اليوم بدون اي تأخير خلونا نبليش يعطيك العافية استاذ الهان يا ريت لو سمحت تشرح لي معنى المصطلح الاتي مع شكر جزيل لحضرتك في عندي باللغة الالمانية تعبير الاصطلاح التالي يعني انا عايش هون بالنعيم شو المقصود بالنعيم؟ يعني انا عايش برخاء بصرف مصاري قد ما بدي بدون ما افكر اديع بصرف بروح اغلى الاماكن اذا هدا هو المقصود واذا بدنا نعبر عنا بجملة عادية باللغة الالمانية فينا نقول يعني انا امتلك كل شيء بوفرة باستفادة واستمتع بحياتي اذا دير اي بافلس يعني الوفرة الاستفادة الفائد والتعبير الاصطلاحي كاملا في صيغة المصدر يعني ان الواحد يستمتع بحياته يعيش بالنعيم يعيش برخاء اذا بهذا الشكل منعبر باللغة الالمانية السلام عليكم استاذ الهان وعليكم السلام ما معنى العبارة؟ خير الكلام ما قل ودل وشكرا سلفا بتقول يعني افضل القول او افضل الكلام هو الذي يصف وجهة نظرك باقل الكلمات او باختصار يعني بما معناه انو خير الكلام ما قل ودل اذا بهذا الشكل بتعبر باللغة الالمانية الله يعطيك العافية اخي الهان والله انك معلم سؤال لو سمحت كيفيني اقول الجو خرج تمشاية وبالاخص خرج كيف بدي اقولها؟ بتقول يعني اليوم يكون الطقس او الجو ملائم او مناسب للتنزه يعني اليوم خرج تمشاية اليوم الجو خرج تمشاية فينا نقول ايضا يعني اليوم يكون يوم جيد للتنزه او للتمشاية يعني كمان بما معناه انو اليوم خرج تمشاية اذا بهذا الشكل بتعبر باللغة الالمانية يعطيك العافية استاذ الهان اذا انا شفت شخص حسيت حالي شايفه قبل هالمرة كيفيني يقوله انا وين شايفك او انا شايفك قبل هالمرة بس ما عم بتذكر وين بتوجه السؤال للشخص وبتقله يعني هل من الممكن اننا نعرف بعضنا من مكان ما هل من الممكن انو نحن منعرف بعضنا من شي مكان اذا بهذا الشكل بتعبر باللغة الالمانية مرحبا استاذنا كيفك بتمنى تجاوبني على سؤالي كيفيني يقول بالالماني شيئان يغيران نظرتك بالحياة الغربة والمرض وشكرا سلفا بتقول يعني شيئان سوف يغيران نظرتك للحياة الغربة والمرض اذا بهذا الشكل بتعبر باللغة الالمانية يعطيك العافي اخي الهان ممكن سؤال شو معنى كلمة ديازن شكرا جزيلا عندي الاسم ديازن يعني المعنى او المغزى او الجدوى على سبيل المثال انت ورفيك عب تتناقشه بموضوع معين فرفيك اقترح اقتراح بلا طعمه يعني لا بيقدم ولا بياخر ولا بيغير شيء من الواقع فبالتالي فيك تقول له يعني هذا بلا جدوى هذا بلا معنى بلا فائدة بلا مغزى اذا بهذا الشكل بيكون معنى كلمة زن باللغة الالمانية يسلموا استاذي الهان ويعطيك العافية لو سمحت شو يعني باللغة الالمانية عنا تعبير الصلاحي يستخدم للدلالة على الصداقة القوية فبالتالي فيني يقول عني وعن رفيقي مثلا يعني نحن مع بعضنا عالعضم يعني نحن دايما وقفين جنب بعضنا البعض نحن لو شو ما صار منكون مع بعض عالحلوة والمرة اذا هدا هو المقصود فيك تقول ايضا بعبارة عادية يعني نحن دايما وقفين جنب بعضنا البعض نحن نكونوا دائما إلى جانب بعضنا البعض يعني نحن دايماً لبعض وقفين مع بعض إذن بهذا الشكل منعبر باللغة الألمانية وهيك بيكون معنا هذا التعبير الاصطلاحي لللغة العربية استاذي أكرر سؤالي للمرة الرابعة كيف بده الواحد يقول هذا الشي لا يصب في مصلحتك أو هذا الشي يصب في مصلحتي أتمنى تجاوبني هاي المرة بالألماني منقول يعني هذا لا يوافق مصالحك يعني بما معناه أنه هذا الشي ما بيصب بمصالحك إذن بهذا الشكل منعبر باللغة الألمانية وعندي هون الفعل يعني يوافق أو يلائم أو يطابق إذن بهذا الشكل منعبر ومننتقل الآن للسؤال التالي شكرا استاذ كيف فيني يقول بـ DPD أنه بدي أرسل بوست بس عشرت أنه يكون التسليم باليد في حال بدك تضمن أنه الطرف الآخر يسلم الرسالة ويوقع عليها فبالتالي بتقول لما بتبعت الرسالة بتقول يعني أنا أرغب بإرسال الرسالة بالتقييد أو بالتدوين أو بالتسجيل إذن das einschreiben يعني التدوين أو التسجيل أو التقييد إذن بيكون أصدك يعني أنه أنا أرغب أن أبعث الرسالة بالبريد المسجل إذن بهذا الشكل بتعبر باللغة الألمانية شكرا كتير استاذ فعلا أنت رائع بعد إذنك ممكن تجاوبني على سؤالي شلون فيني أقول على فرض؟ مثلا على فرض أنت صاحب الشركة فشو رح تعمل؟ بتقول يعني على فرض أنك أنت صارت صاحب أو مالك الشركة شو بدك تعمل؟ شو بدك تتصرف؟ إذن عندي هون الفعل يعني يفعل أو يتصرف إذن بستخدمه بدل الفعل إذن هون باللغة الألمانية إذن بهذا الشكل بتعبر عن هاي الفرضية وإن شاء الله كونا فاتك بالإجابة ومننتيل الآن للسؤال التالي بي درس اليوم كتير عب تسألو عن التعابير الاصطلاحي الغيدة واندوغن طبعن معكم حق لأنو عب تسمعوا جمال عب ترجموه حرفيا فمالا معنا فبتالي بحاجي للشرح طبعن بسعدني هذا شيء إذن إشترحلكون هذا شيء في عندي بهذا سؤال أيضا تعابير الصلاحي يعني إنك تسحب حدا تحطه على الطاولة أو تشد حدا تحطه على الطاولة طبعن هاي الترجمة الحرفية غير مفهومة طيب شو المقصود فيها المقصود فيها إنك تنصب أو تحتال على أحد ما فبالتالي إذا حدا قل لك يعني البائع نصب علي احتال علي أو مثل ما بنقول نحن باللغة العربية العامية أو باللهجة السورية إنه هو خرفني يعني البائع خرفني يعني نصب علي احتال علي وكانك عب تقول أيضا بعبارة أخرى باللغة الألمانية العامية فيك تقول أيضا يعني البائع نصب علي احتال علي طبعا هاي أيضا بالألماني العامي إذن بهذا الشكل بيكون معنى هذا التعبير الاصطلاحي ومننتقل الآن للسؤال التالي الله يديم هاتطلية عالم من الزوء والأدب والأخلاق والاحترام استاذي الكريم لو سمحت كيفين يقول الأرض بعين أمه غزال ما بعرف إذا فيه هيك شي بالثقافة الألمانية طبعا منكتفي أيضا بسؤال واحد حتى نعطي فرصة للبقية بالألماني منقول يعني هذا بس بتحبه أمه هذا فقط تحبه أمه يعني غير حدا ما بيحبه إذن بهذا الشكل منعبر عن الشي اللي حبيت تعرفه أو ما يقابله باللغة الألمانية العامية مننتقل الآن للسؤال التالي مرحبا أستاذ كيفين يقول هو شفط في السيارة تبعه؟ بتقول يعني هو عبي شفط بالسيارة تبعيته إذن عندي هون الفعل يعني شفط مع حد السؤال ما نكون وصلنا لنهاية حلقة تسألني لليوم إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هاي الأسئلة وهي الأجوبة وبعتذر من كل الناس اللي مادر تجاون على أسئلتهم عيدوا طرح أسئلتكم أسفل هذا الفيديو لحلقة تسألني القادمة كمان مثل كل مرة حابب أرجع أذكركم إنكم تحضروا حلقات تسألني الماضية حتى ما تطرحوا أسئلة مكررة كان معكم الهان بوزان تبقوا دائما بخير وصحة وسلامة تحياتي لكم جميعا إلى اللقاء في فيديو قادر